وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن يتم التنسيق بين وزارتي الزراع والتموين للإعلان عن سعر ضمان لمحصولي الذرة وفول الصوية على أن يتم الاعتداد بسعر البرصة الصلاعية المحلية وقت التوريد تشجيعاً للمزارعين جاء ذلك خلال اجتماعاً لمتابعة الجهود الخاصة بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من زراعات تعاقدية تتعلق بثلاثة محاصيل هي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وخلال الاجتماع طلب رئيس الوزراء بأن تكون هناك مستهدفات بأرقام محددة فيما يتعلق بملفات الزراعات التعاقدية يتم عرضها على مجلس الوزراء سعياً لأحداث المزيد من التوازن والاستقرار في الأسواق